اهلا بكل مشاهدي موقع صد البلد في تغطية جديدة بنتابع فيها مع حضرتكم سعر الدولار والتوقعات بشأنه وهل فعلا هتزدق هذه التوقعات ولا لا سعر الدولار اصبح من اكتر المواضيع اللي بتهم وتشغل بال الكثير من المواطنين خاصة بعد ما شاهدناه مؤخرا من اخبار بتتوقع انقفاض سعر الدولار امام الجنيه بشكل كبير خصوصا على لسان الاعلامي يوسف الحسيني اللي حضر المواطنين من نقفاض كبير في سعر الدولار انه هيحصل يوم 15 ستمبر يا ترى ايه هي حقيقة هذا الكلام وايه رد خبراء الاقتصاد عليه ده اللي هنعرفه دلوقتي في تغطيتنا كمان هنعرف سعر الدولار النهاردة في البداية مهم ان احنا نعرف ان العالم كله حاليا بيعاني من ازمة اقتصادية الحقيقة نتجه عن عدد من الضربات المتتالية بداية من جائحة كورونا وصولا للحرب الروسية الاوكرانية واللي خلفت حالة من الكساد والتضخم وارتفاع الاسعار كمان وتراجع في بعض العملات المحلية مقابل الدولار الامريجي وكان مما بين العملات المحلية دي اللي شهدت تراجع طفيف مقابل الدولار هو سعر الجنيه العديد من الخبراء ارجعوا هذا الانخفاض لتدعيات الحرب الروسية الاوكرانية اللي تسببت في ندرة النقد الاجنبي كمان قدت ندرة النقد الاجنبي لخفض سعر صرف الجنيه تدريجيا الى جانب الانعكاسات السلبية للحرب على اقتصاد المحل وقدت لارتفاع تكلفة استيراد السلع الاساسية والوقود حاليا بتترقب الاسواق قرار جديد بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار وده هيكون القرار التاني في ست شهور بعد تخفيض حوالي سبعتاشر في المائة في مارس الماضي وهدي الخطوة اللي بتقرب مصر من اتفاق لتمويل جديد من صندوق النقد الدولي مؤخرا الاعلامي يوسف الحسيني دعا جموع المصريين اللي بيمتلكون الدولار ان هما يبدلوا مدخراتهم من العملة الصعبة خاصة الدولار وده يكون قبل يوم 15 ستمبر وقال الفترة القادمة ستشهد تدفقات استثمارية على مصر واكد الاعلامي وعضو مجلس النواب يوسف الحسيني ان الدولة المصرية بتقوم بعمل مشروعات كثير من اجل تحسين اوضاع المصريين ووضح ان مدينة العالمين جديدة مدينة لكل المصريين كمان فيه مستثمرون كثيرون يحصلون على وحدات بالعاملين طالب عضو مجلس النواب المواطنين بوضع الاموال في البنوك وخاصة عملة الدولار وقال نصيحة الوجه الله اللي عنده دولار يطلع ويودي البنك قبل يوم 15 ستمبر ودي محبة وجدعانة مني الحق قبل 15 ستمبر ووضح كمان ان الفترة القادمة ستشهد تدفقات استثمارية على مصر وقال زمام حد استمع الكلام وبعدها الجميع جير يغير الدولار في البنك طيب الحق وطبعا التصريحات دي كانت محلة جدل كبير وعلق عليها كتير من خبراء الاقتصاد وقال الدكتور عادي العامر الخبير الاقتصادي على هذا الكلام ان سعر الدولار في مصر لن يتراجع كما فهم البعض بشكل كبير ولا توجد شواهد اقتصادية تقول ان هناك انقفاض كبير سيحدث في سعر الدولار في بنوك خلال الايام القادم كمان قال في تصريحات خاصة لصدى البلد ان تصريح الاعلامي يوسف الحسيني عن انخفاض سعر الدولار من التصريحات الاحتمالية التي ليس لها مقياس اقتصادي معين وقال ان التنبؤ بهبوط سعر الدولار في يوم 15 ستمبر المقبل هو احتمال مالي وليس له اي معايير اقتصادية او مالية تؤكد صحة هذا الكلام وقال كمان ان عمليات ارتفاع الدولار او هبوطه بتأتي من خلال عمليات اقتصادية متعددة واهمها العمليات المالية اللي بيتم المضرب عليها في البورصة ونشطها وسوق المال في البورصة كمان علق على تصريحات يوسف الحسيني بشكل صريح وقال انه لا يوجد اي اقتصادي في العالم يستطيع انه يتنبأ من خفاض الدولار بهذا الشكل على الاطلاق لانه لا يستند على معايير اقتصادية او علمية وتساءل لماذا تم تحديد يوم 15 ستمبر القادم كموعد لهبوط سعر الدولار ولماذا لا يهبط قبل هذا المعاد او بعد مؤكد انه لا يوجد اي مؤشرات اقتصادية تدل على هبوط الدولار في الايام القادمة بل بالعكس المؤشرات تقول ان الدولار سيرتفع خلال الايام القادمة وقبل ما ننهي تغطيتنا معاكم هنوضح لحضراتكم سعر الدولار النهاردة واللي سجل امام الجنيه المصري 19.31 جنيه للشراء و19.37 مية للبيع وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلي المصري وبين التوقعات من خفاض الدولار وما بين نفي هذه التوقعات او تنبؤات الاعلامي يوسف الحسيني ورأي الخبراء بنستنى مع حضراتكم يا ترى ايه الا هيحصل قصوصا ان غدا هو يوم 15 ستمبر متابعين مع حضراتكم الا هيحصل ومستنيينه ونتمنى مع حضراتكم ان تتبعونا ومعاكم في كل جديد شكرا وإلى لقاء موسيقى موسيقى موسيقى